اخيرا وبعد طول انتظار وسنوات من الشد والجذب وتبادل الزيارات والوفود تشير توقعات المراقبين الى بادرة لمعالجة ازمة الملف المالي بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان على الرغم من كون هذا الملف واحدا من بين ملفات شائكة اخرى ابرزها المناطق المتنازع عليها وتداعيات تأخر تطبيق المادة 140 وغيرها الا ان حلحلة الوضع والتوصل الى تفاهم حول الامور المالية يمكن ان يكون مفتاحا وتمهيدا لمعالجة باقي الملفات الاسابيع الماضية شهدت عددا من الزيارات لوفد حكومة الاقليم الى بغداد رافقتها لقاءات مع كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية وتبعها في وقت لاحق توجيه كتاب من وزير المالية الاتحادي الى رئيس حكومة الاقليم يتضمن عددا من الفقرات من بينها دفع مبلغ 400 مليار دينار تحت عنوان رواتب موظفي الاقليم لشهر نيسان على اي لذلك اجتماعات موسعة بين الطرفين للاتفاق على تسوية نهائية خلال 30 يوما اضافة الى اليات احتساب وتدقيق الموارد غير النفطية للاقليم من قبل الجهات المعنية بحكومة بغداد رد الاقليم لم يتأخر كثيرا فجاءت الموافقة بكتاب موقع من قبل وزير مالية كردستان على جميع ما ورد في الكتاب الاول من مطالب المتابعون لمسار العلاقة بين بغداد واربيل يؤكدون ان تأثر الاقليم بازمة مالية خانقة وما رافقها من تراكم لرواتب موظفيه لسنوات على شكل ديون لدى الحكومة وتصريح رئيس حكومة الاقليم مسرور البارزاني بان ديون الاقليم وصلت الى 27 مليار دولار وتداعيات كل ذلك على مختلف القطاعات والانشطة بل وعلى الحياة اليومية للمواطن ستكون ورقة ضغط داخلية يمكن ان تدفع او تشجع مسؤولي الاقليم على عقد اتفاقات مع بغداد بشكل اسرع مما كان متوقعا او مخططا له اشتركوا في القناة